اشتركوا في القناة في المحلية أن حزب الله استبق الأمور واشترط على الخميسية حوار بلا شروط وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلا لن يقبل بالمشاركة بالحديث بالملف الرئاسي أمنيا الجبهة الجنوبية للبنان ما زالت مشتعلة وسقط يوم أمس أربعة جنود إسرائيليين بكمين داخل الحدود اللبنانية أما اجتماعيا فموضوع النازحين السوريين لا يزال الملف الأبرز على السحة اللبنانية وتشكيل لجنة وزرية خير دليل على ذلك بحلقتنا اليوم من بريس ريفيو رح نكون بجولة على آخر العنوين العريضة يلي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية ليوم الثلاثة ستة عشر نيسان الفين واربع وعشرين ويلي تناولت آخر مواضيع الساعة ويلي كانت توترات بشرق الأوسط جراء الحرب على غزة الحصة الأكبر مثل العادة من العنوين البداية باليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام 2017 أعلنت الحكومة التركية فوز مؤيدي التغييرات الدستورية بعد إجراء الاستفتاء بنسبة 51.34% لتتحول تركيا من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية نبدأ جولتنا على الصحف ودائما البداية مع صحيفة النهار وأبرز العنوين يلي وردت لليوم حزب الله عن الرئاسة شرطنا الحوار بلا شروط لجنة وزارية لأعداد ورقة رسمية عن موقف لبنان من ملف النزحين كرامي يقترح انتخابات نيابية مبكرة في حال فشل الحوار لانتخاب رئيس نبقى مع الصفحة الأولى من النهار إسرائيل تتجهل الدعوات إلى ضبط النفس وتتعهد الرد على إيران من تابع الجولة لنكون بالصفحات الداخلية للنهار حزب الله يفصح عن معطيات جديدة في الملف الرئاسي المناطق الآمنة للنزحين فجوة طرح فحوة طرح رئيس الحكومة والأحزاب ترصد نبقى مع فقرة أسرار الآلهة عممت مرجعيات سياسية وأحزاب على مسؤوليها عدم التطرق إلى موضوع الرد الإيراني لجملة اعتبارات لها انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني لوحظ خلال الرد الإيراني أن حالة إيرباك سجلت لدى المسؤولين وتحديدا فيما خص مطار بيروت والذي أدى إلى بلبلة في صفوف المغادرين والعائدين نائب أرتودوكسي سابق تربطه علاقات مع مختلف الأفريقاء التقى شخصيات سياسية ودينية من دون إعلام ونجح في وضع أسس حل حلال قضية تخص الطائفة وهي قيد المعالجة بهدوء ومن دون ضجيج يكثر ضباط متقاعدون من الإطلالات الإعلامية بعد فترة قصيرة على تقاعدهم ومغادرتهم الحياة العسكرية ولا يحسن أكثرهم الحديث في المواضيع المحلية والدولية التي يتناولونها ولا يقدمون أنفسهم إلا بصفة خبراء استراتيجيين لم يتبادل مرجعان سياسي وديني التهان بالأعياد على غرار السنوات السابقة يتنفس ضبيطان من البقاع ولا يزالان في الخدمة ويحسبان على جهة سياسية واحدة وينشط كل واحد منهم للحلول في منصب أمني يعود لطائفتهما من تابع الجولة على عنوين الصحف بالنهار والعنوين الداخلية حزب الله غير مهتم رسائل بسيل إلى مجلس الأمن من النهار من تابع جولتنا لنكون مع صحيفة اللواء وأبرز عنوين لليوم رسالة أمريكية للابتعاد عن الإنغيماس بالمواجهات الكبرى حزب الله يصطبق عودة الخماسية باشتراط حوار يرعاه بري وأربعة جرحة من جنود الاحتلال بكمين داخل الحدود جرائم المقابر الجماعية تلاحق قادة الحرب وحسابات خلافية وراء الهجوم على إيران أو رفح بايدن لتنشيط جهود الصفقة وطهران لا تريد التصعيد ولا قرار لدى نتنياهو من تابع مع الفقرة هامس مع اللواء دائما أخترت قوى لبنانية وفلسطينية بضرورة الجاهزية قبل ساعات قليلة من موعد بدء ضربات الإيرانية ليل السبت الأحد لم يعرف ما إذا كان اللقاء بين رئيس تيار مطا موضع وشخصية مارونية مناوئة لخطه تم صدفة أم نتيجة اتصالات مسبقة ما يزال حزب بارز يقع في تحديد خياراته بين توجيهين الأول عدم إفساح المجال أمام قوى مناوئة للتقدم والثاني الحفاظ على صلة قوية مع جهات حليفة على الرغم من الخلافات والتباينات من تابع بعض العنوين الداخلية باللواء بالردع هيئة المكتب للاجتماع غدا تحضيرا لجلسة تشريعية وعرض والسليم السفيرتين الأمريكية والكندية للأوضاع ميقاتي أيضا ترأس لقاء تشورية محوره الأمن والتموين والنازحين وجلسة في 26 لا نقبل أن تستبع أجواؤنا وليمكن السكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية أيضا مع اللواء إجراءات الحد من التفالة الأمني وبرنامج مشاورات مكثف للخماسية اللواء في عامها الستين مدرسة في صحيفة من تابع جولتنا لنكون مع صحيفة نداء الوطن وأبرز عنوينا لليوم نبدأها مع الصفحة الأولى أكثر من 65 نائبا يتأمرون على الاستحقاق البلدي المولوي المساد وراء مقتل محمد سرور لبنان ثالثا في قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم نشر أمس موقع عالم الأحصاء على منصة X قائمة بدول أكثر تلوثا في العالم فحل لبنان في المركز الثالث والجدير بالذكر أن لبنان يعاني تلوثا في الهواء والماء والتربة جراء تركم النفايات وعدم معالجتها جذريا إضافة إلى تلوث الهواء بفعل العدد المتضخم من السيارات والموالدات الكهربائية إضافة إلى المعامل والمصانع التي ترمي مخلفاتها بشكل عشوائي في مجاري الأنهار والينبيع من يلوث المياه والتربة فضلا عن تصليت مياه الصرف الصحي على مجاري الأنهار والشواطئ البحار من تابع جولتنا على العناوين إسرائيل تتعهد الرد على إيران لا خيار أمامنا بايدن يريد تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط من تابع دائما مع نداء الوطن لنكون مع فقرة خفايا وأبرز الأخبار التي حملتها لليوم يبدي رئيس تيار بارز انزعاجه من أسلوب قياضي في حزبه تتسم مواقفه بالحدية والحسم خصوصا وأنها تلاقي استقطابا وتأييدا من جمهور عريض يتردد أن رزمة مساعدات أوروبية يتم التحضير لها للبنان بعد تغيير مقاربة دول الاتحاد الأوروبي إذا أمل في النازحين السوريين خصوصا بعد ضغط السلطات القبرصية ومن المنتظر أن تظهر بوادر هذه المساعدات بعد مؤتمر بروكسل الذي سيعقد أواخر شهر أيار المقبل يقال أن عددا من نواب كتلة بارزة أصيبوا جميعا بتسمم غذائي خلال إفطار جمعهم منتابع مع نداء الوطن بالعنوين الداخلية تقارب الرباسيل هل تكون المهندسين نموذجا لتوافق رئاسي ستريد جعجع جريمة مقتل سليمان السياسية حتى إثبات العكس منتابع الجولة وأيضا مع نداء الوطن غادعون تستكمل مواجهة ضميرة مرتاح الأمن والتموين والنازحون في لقاء التشوري نبقى مع صحيفة الديار بعد انكشف نقاط ضعف إسرائيل تحرك غربي لتحييد منظومة حزب الله الصاروخية ترسانة متطورة وضقيقة من المسافة الصفر وكمين غلاني رسالة جهزية الأمن الغذائي مؤمن لثلاثة أشهر ولا ضمانات بتغيير سياسة أوروبا في ملاف النزح غزة عيون باكية وبطون خاوية منتابع الجولة لنكون مع صحيفة الأخبار إسرائيل بمواجهة إيران ورطة الرد على الرد ومن الأخبار منكون مع الشرق الأوسط خامنئي ينقذ نتنياهو وإسرائيل بعد فشل المسيرات الإيرانية إسرائيل لا مفر من الرد وإصابة أربع تنود من غلاني بتفجير لغم بهم بعد تسللهم إلى الأراضي اللبنانية توماس فريدمن لحل أمام إسرائيل سوى وقف إطلاق النار ومغادرة غزة ومن الشرق سنكون مع صحيفة لوريون لجور وأبرز عنوين لليوم إسرائيل تستعد للرد والمنطقة تحبس أنفسها طعن الأسقف الأشوري في سدني قوس مسحور مع آخر الفراعينة كيف يمكن للمصارف أن تستعد ثقة اللبنانيين؟ مشاهدينا سنكون مع أول فصل أعلاني ومنتابع من بعده جولتنا على الصحف منتابع حلقتنا من بريس ريفيو والحرب بغزة إضافة إلى آخر المواقف العربية حيال هذا الموضوع وغيرها من المواضيع بهذه الجولة على آخر العنوين العريضة يلي تصدرت الصحف العربية نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط إسرائيل تتمسك بالرد وتتحاشى الحرب تحركات دولية لاحتواء التوتر ومحمد بن سلمان والسوداني يشددان على وقف التصعيب حزب الله يستهدف قوى إسرائيلية لدى اجتيازها الحدود تعيين أحمد عبدالله الأحمد رئيسا للوزراء في الكويت ترامب أول رئيس أمريكي سابق يخضع لمحاكمة جنائية مؤتمر باريس يعيد الأمل للسودان تعهدات بدعم مالي وبريطانيا وكندا تفرضان عقبات على المتحاربين بايدن والسودان يبحثان الوجود الأمريكي في العراق من تابع الجولة لنكون مع صحيفة الاتحاد رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار 375 طن مساعدات إماراتية إلى شمال غزة خلال الأعياد والمساعدات تحتوت على ملابس ألعاب الحلويات والمنتجات المتنوعة البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في 2025 من تابع الجولة لنكون مع الأنباء التنصيقية وزعت الخارطة التشعية على الجلسات من تابع لنكون مع صحيفة الوطن صاحب السمو يدعو لخفض التصعيد استعراض العلاقات وسبول دعمها وتعزيزها بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة نعم عم نحكي هنا التصعيد سلط الضوء على ما حذرنا منه مرارا مسعينا مستمرة لحل القضية الفلسطينية من تابع لنكون مع الأهرام جميع خيارات الانتقام مطروحة مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس الرد على إيران وبايدن لن نشارك في أي هجوم ومن بعد ما شفنا الصحف العربية من تابع التوترات الإيرانية الإسرائيلية والانتخابات الرئاسية الأمريكية وغيرها من المواضيع نشوفها سوا بجولة على الصحف العالمية نبدأ الجولة مع صحيفة المغند إسرائيل إيران التعبئة لتجنب الحرب الدول العربية تعطي الأولوية لأمنيها منتابع مع صحيفة الفيغارو كيف يبحث بيرسي بشتة عن المدخرات بعد نجاح القضة الحديدية تدرس إسرائيل ردها على إيران ومن لوفيغارو سنكون مع The Guardian ترامب في المحكمة مع انتهاء اليوم الأول من محاكمة الأموال الطائلة في نيويورك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول أن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني منتابع لنكون مع The Washington Post استراتيجية ترامب الدفاعية المحفوفة بالمخاطر في نيويورك إسرائيل تدرس الرد على إيران بايدن ينصح نتنياهو بتجنب التصعيد الإقليمي نبقى مع The New York Times اللاعبون الأساسيون في محاكمة ترامب مثيروا الشغب في ستة كانون أثني بايدن يسعى لدرس التصعيد في الشرق الأوسط نبقى مع صحيفة كاريكاتور وننتبع مع صحيفة النهار ودائما بريشة أرمان حمصي وهو واقع الشرق الأوسط بعد الرد الإيراني وتوقع الرد الإسرائيلي على هذا الرد منتابع لنكون مع فقرة أجندة اليوم على الساعة 11 جلسة للجنة الإدارة والعدل لمتابعة دارس أربع اقتراحات قوانين تتعلق بمكافحة الأرباح غير المشروعة بالقطاعين الطبي والأسشفائي على الساعة 11 أيضا بيستقبل مفتع الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال القاضبة سام مولوي على الساعة 11 ونص بيستضيف السفير المصري اجتماعات سفر الخماسية بعدد من الكتال النيابية هيك مشاهدنا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا بلي ايكون الزمير رامي نصار بعض لحظات بنشر الساعة 8 والموعب يتجدد صباح بكرة بعنوين وأخبار وضيف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة